يا ربع أبيوت خلالت لها صداو السلام وذكرني علىها بالفعل يقول الواحد لي ما لفعل يقوله احسب حسابك قبل ربي يحاسبك كلا يوم الحشر ما فيه مخرج طواري اللي كتبها الله صايبك صايبك لوك حفيد الترمذي والبخاري والبخاري ولا صار فعلك ما يطوله شواربك عيبا عليك في عجدك اثماري يوم ما تعيش تفتقر فيك أقاربك ولا تموت ولا حدن عنك ذلك بالله يعدها يبو عبدالله يقوله احسب حسابك قبل ربي يحاسبك يوم الحشر ما فيه مخرج طواري صدق اللي كتبها الله صايبك صايبك لوك حفيد الترمذي والبخاري ولا صار فعلك ما يطول شواربك عيبا عليك في عجدك اثماري يوم ما تعيش تفتقر فيك أقاربك ولا تموت ولا حدن عنك ذلك يا سلام فعلا يا أخواني لا تفتخر لا نسبك ولا بقبيلتك ولا بجنسيتك ولا بوظيفتك ولا بشهادتك إذا ما كان عندك دين وخلق اصنع مجدك بيديك ولا تقعد تتغطى بعبات أمجاد الأجداد والآباء بعض الناس اللي أجيه تقال جدي كان فيه جدي كان يحل المشاكل جدي كان يصلح جدي كان يكرم جدي كان يفعل نقول لجدك الله يعفو عنه ويغفر لي لكن أنت ماذا كتبت أنت جدك قام بدوره وانتهى أنت فعل ذا الحين هذا زمانك أحسنت أحسنت الله يجملنا وياكم بالأخلاق والدي أبو سعيد لابقى قصة لا أنا أبع رجبكم بالأدب العربي يا تفضل حسنت ايه أنا خابر عندك بصحة لعلنا نتفوق على هل الرب عذو الله يعني نعطيهم درجة والله خاف البدو ما يحب البصحة الوليد بن عبد الملك حاكم أموي يعتبر من أكبر حكم